السلام عليكم هل جهل الإنسان بالقوانين طبيعية التي تحكم الكون هو الذي أدى به لاختراع آلها يفسر بها كيفية حدود تلك الظواهر كما يقول ستيفن هاوكين إذا أخذنا دينا كالإسلام فسوف نجد أنه ينبني ويتأسس على أركان كالصلاة والصيام والزكاة والحج فكذلك الإلحاد الجديد ينبني على أركان أحد أهم هذه الأركان التي يقوم عليها الإلحاد العلموي هي قضية إله الفراغات بحيث يقول الملاحدة الجدد أن الإنسان سواء في القديم أو في الحديث كان لا يعرف كيفية حدود الظواهر الكونية مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل الأوبئة، مثل الطواعين مثل مثلا الأجسام، لماذا مثلا تستقر في الفضاء بعضها ولا يسقط فوق رؤوسنا فما الذي فعله هذا الإنسان بما أنه لم يعرف الآلية الطبيعية أو الآلية العلمية التي تشتغل بها هذه الظواهر في الكون وفي الطبيعة فقام باختراع إله وفسر به حدود هذه الظواهر فقال مثلا بما أنه لم يكن يعرف كيفية مثلا حدود الزلازل فقال لابد أن الإله هو الذي أحدث هذه الزلازل وبما أنه مثلا لا يعرف كيفية سقوط المطر يعني علميا فقال لابد أن الإله هو الذي يتسبب في سقوط المطر وهذا هو ما يسميه الملاحدة الجدد إله الفراغات أي أنهم يحفرون الآلهة في الأماكن التي لم نكتشف تفاسيرها بعد بطريقة علمية مثلا لورنس كراوس الملحد الفيزيائي الشهير في كتابه كون من لا شيء يقول لم تقيد قوانين نيوتون عمل الإله بشدة فحسب بل إنها استغنت أيضا عن ضرورات متنوعة تستلزم تدخل أفعال الميطافيزيقية اكتشف نيوتون أن حركة الكواكب حول الشمس لا تتطلب الاندفاع إلى الأمام في مصاراتها بل تنسحب بفعل قوة ما تجاه الشمس وبالتالي استغني عن الحاجة إلى ملائكة ترشد الكواكب في طريقها فلورنس كراوس يقول لنا هنا أن الإنسان لم يكن يفهم كيفية مثلا استقرار الأجرام والكواكب والنجوم في الفضاء فقال لابد أن الملائكة هي التي تمسكها لكن عندما جاء نيوتون قام بطرد الإله من هذا المجال طبعا نيوتون نفسه لم يكن ملحدا يعني نيوتون عندما اكتشف قانون جاذبية لم يقول أنا اكتشفت الطريقة والآلية التي تستقر بها الأجرام إذا لا حاجة لوجود إله بل على العكس لكن لورنس كراوس هكذا يتخيل الأمر وكذلك ستيفن هاوكين وكذلك ريتشارد دوكينز ريتشارد دوكينز يعني لا يخلو نقاش من نقاشاته أو كتب من كتبه من هذه القضية في كتابه الأخير الذي صادر السنة الماضية يقول فيه ما تزال هناك فجوات لم يجب عنها العلم حتى الآن ما يغري بعض الناس للقول نفس ما كان يقال وقبل داروين لم نفهم بعد كيف بدأت العملية التطورية أول مرة فيجب أن يكون الإله هو من بدأها لا أحد يعرف كيف بدأ العالم لذلك يجب أن يكون الله قد خلقه لا نعرف من أين تأتي قوانين الفيزياء لذلك يجب أن يكون الإله هو من وضعها أينما توجد فجوة في فهمنا يحاول الناس سدها بالإله فريتشارد دوكينز وأصحابه من الملاحدة الجدد يصورون للناس يعني أن المؤمنين عندما لا يعرفون كيف يشتغل الكون فيزيائيا وبيولوجيا يسحبون الإله ويحشرونه في تلك الفجوات المعرفية لكن المغالطة التي يقوم بها ستيفن هاوكين وريتشارد دوكينز وكراوس وأصحابهم هي أنهم يخلطون بين القانون وبين المقنن فصحيح البشرية لم تكن على علم بعدد كبير من القوانين الفيزيائية ومن القوانين الطبيعية التي تحكم الكون فكانت تقول أن الله يفعلها لكن أن الله يفعلها كمقنن وليس كقانون فحتى عندما ظهرت القوانين الفيزيائية فالحاجة إلى الإله لا يمكن أن ترتفع بمجرد ظهور ذلك القانون لأن القانون لا يغني عن وجود المقنن هناك مثال يوضح هذا الأمر ضربه جون لينوكس يعني فهو يقول لك نحن مثلا نرى سيارة تمشي في الشارع فنقول لابد لها من صانع يعني الصانع هو الذي صنع تلك السيارة فلنفترض أننا دخلنا مثلا لجامعة ودرسنا ميكانيكا السيارات وعرفنا كيف يحترق البنزين وكيف تشتغل السيارة هنا نحن اكتشفنا ماذا؟ اكتشفنا القانون الذي تعمل به السيارة فهل عند اكتشافنا للقانون الذي يسير تلك السيارة نصبح في غنى عن وجود مقنن وضع ذلك القانون وتلك السيارة نفسها قياسا بهذا الامر على الكون هل عندما اكتشفنا قانون الجاذبية هل عندما اكتشفنا القوانين الفيزيائية قوانين ديناميكا الحرارية التي تحكم الكون والتي تسير هل اصبح هذا الكون في غنى عن مقنن؟ بل على العكس عندما اكتشفنا القوانين تأكدت الحاجة إلى وجود ضرورة وجود خالق ومقنن وضع تلك القوانين فنحن اكتشفنا كيف تستقر الأجرام في السماء لكن من الذي وضع تلك الأجرام في السماء؟ ومن الذي وضع ذلك القانون الذي يشد تلك الأجرام بعضها إلى بعض في السماء بواسطة شيء يسمى الجاذبية؟ طبعا السؤال لا زال مطروحا فلا يوجد إله للفراغات عكس ما يتصوره الملاحدة وما يصورونه للناس لذلك يعقب جون لينوكس على ريتشارد دوكنز قائلا النقطة التي نريد تمحيصها هنا أن الإله ليس بديلا عن العلم كتفسير فلا يجوز فهمه كإله للفراغات بل على النقيض إنه أساس جميع التفاسير فوجوده هو الذي قدم إمكانية التفسير نفسها من المهم تأكيد ذلك لأن المؤلفين المؤثرين مثل ريتشارد دوكنز سيصرون على تصور الإله كبديل تفسيري للعلم وهذا افتراء لا يوجد في الفكر الديني بأي تصور كان لذلك فإن دوكنز يحارب أعداء وهميين النقطة الأساسية التي يوضحها جون لينوكس هنا هي أن الإله ليس بديلا عن العلم والعلم ليس بديلا عن الإله بل التفسير الديني هو مكمل للتفسير العلمي فلا يتعارضان فعندما نكتشف القانون نحن نكتشف فقط الآلية والوسيلة التي يشتغل بها الكون لكن الحاجة إلى وجود خالق فهي تظل قائمة دائما ولذلك مثلا فعندنا نحن في العقيدة الإسلامية القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى تدبر الكون وإلى اكتشاف الأسباب والوسائل والآلية التي يعمل بها النظام الكوني ومع ذلك عندما نكتشفها لا يتعارض عندنا ذلك الاكتشاف مع الاكتشاف الديني بل الاكتشاف الديني هو جواب لسؤال من وجواب لسؤال لماذا بينما ذلك التفسير العلمي هو جواب لسؤال كيف كيف يشتغل الكون كيف تشتغل الطبيعة كيف تحدث الظواهر وليس جوابا على سؤال من من وضع هذا القانون من وضع هذه الأجرام من جعل هذه القوانين الفيزيائية على ما هي عليه اليوم لماذا هي على هذه الصورة وليست على صورة أخرى لماذا توجد توابط الفيزيائية بشكل دقيق جدا لا يمكن أن تتغير عنه وإلا لم وجدت هناك حياة فإذا لا يوجد تعارض بين التفسير ففي الأخير نختم بقولة لريتشارد سوينبيرن إذ يقول إنني لا أفترض وجود إله للفراغات فقط لتفسير الأشياء التي لم يفسرها العلم بعد بل أفترض إلها يفسر لماذا العلم يفسر إن نجاعة العلم في إتباة الانتظام العميق بالعالم الطبيعي يقدم أساسا متينا للاعتقاد في وجود سبب أعمق لذلك الانتظام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة